اهلا بكم من جديد جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى بحضور صاحب السموى الملكية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في قصر الصافرية هذا اليوم أصحاب السموى المعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعالي الأمين العام للمجلس وذلك للسلام على جلالته وذلك بمناسبة عقادة عمل الدورة الحادي والأربعين بعد المئة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون التحضيري للقمة الخليجية السابع والثلاثين والتي تستضيفها مملكة البحرين الشهر المقبل خلال استقبال حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لأصحاب السموى والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون ومعالي الأمين العام للمجلس أطلع وزراء الخارجية جلالة الملك المفدى على أبرز القضايا والموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك كما نقلوا إلى جلالة العاهل المفدى خالص تحياتي وتقدير إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وأطيب تمنياتهم لمملكة البحرين وشعبها دوام التقدم والرقي في ظل قيادة جلالته الحكيمة فيما كلفهم حفظه الله بنقل تحياته الخالصة إلى أصحاب الجلالة والسمو وتمنياته لشعوبهم الشقيقة المزيد من التطور والرخاء ورحب صاحب الجلالة بوزراء الخارجية معربا عن تقديره لما يبدلونه من جهود موفقة على صعيد دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك والتعاون والتنسيق فيما بينهم لكل ما من شأنه خدمة قضايا مجلس التعاون والدفاع عن مصالحه وأكد جلالته حرص مملكة البحرين على تعزيز هذه المسيرة المباركة خلال رئاستها للفترة القادمة لتحقيق آمال وتطلعات أبناء دول المجلس نحو المزيد من التكامل والتعاون وصولا إلى وحدتنا الخليجية التي ننشدها انطلاقا من وحدة الهدف والمصير المشترك الذي يجمع الجميع وخلال اللقاء أكد حضرة صاحب الجلالة إننا نتطلع بكل ثقة إلى الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى والذي سيشكل انطلاقة مهمة لهذه المسيرة المباركة لدفع العمل الخليجي المشترك لمزيد من الإنجازات الطموحة تعزيزا للمصالح المشتركة للدول الأعضاء مثمنا جلالته بكل التقدير حكمة إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله والتي حصنت دولنا وحافظت على استقرارها وأمنها وجنبتها الكثير من المخاطر كما أشاد حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله خلال اللقاء بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع دول مجلس التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في المجالات كافة وضف جلالته إننا على ثقة بالمضي معا نحو المزيد من تعزيز هذه العلاقات الوثيقة التي تستحق منا كل التقدير والاعتزاز والسير نحو آفاق أرحب من التعاون المشترك من خلال الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة فخمة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب معربا جلالته عن خالص تمنياته لفخمته وإدارته الجديدة بالتوفيق والنجاح مشيرا جلالته إلى ما تمر به المنطقة من أحداث ومتغيرات متسارعة والتي تستوجب استمرار التواصل والتشاور والتنسيق المشترك بين دول المجلس من أجل المزيد من التلاحم والتضامن الخليجي لمواجهة التحديات الراهنة وبحث صاحب الجلال حفظه الله مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون مجمل التطورات الجارية في المنطقة والمستجدات والأحداث الإقليمية والدولية وقد رفع أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية من جانبهم خالص الشكر والامتنان لجلالة الملك المفدى على توجيهات جلالته السامية الكريمة وعلى الدور الفاعل الذي تنهض به مملكة البحرين بقيادة جلالته وجهودها المشهودة للدفع بمسيرة مجلس التعاون إلى أفاق أرحب وإسهاماتها الداعمة لتطوير العمل الخليجي المشترك ومضاعفة مكتسباته